توقف تواصل لأكثر من أسبوعين بسبب تحركات احتجاجية واعتصامات ينفذها عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل استأنف أقليم المضيلة لشركة فوسفات قفصة نشاطه بوحدات استخراج وغسل الفوسفات وتم تزويد وحدات المجمع الكيميائي بالمضيلة بمادة الفوسفات إلى جانب عودة جزئية بأقليم كفدور بالمتلوي ومغسلة الفوسفات بأم العرائز بينما لا يزال الإنتاج متوقفا بأقليم الردايف أقليم المتلوي يعمل بصفة جزئية المغسلة عدد أربعة معطلة منذ تقريبا أكثر من عشرين يوم المغسلة كفدور المركزي تشتغل ومغسلة الأم العرائز اليوم تخدم ومغسلة الردايف ما زالت معطلة كما استؤنف منذ أمس الأحد نشاط نقل الفوسفات عبر القطار بالخط الحديدي رقم 13 الرابط بين توزر واسفاقس نحو المجمع الكيميائي بالصخيرة المتوقف منذ بداية ميا المنقذ على مسوى محطة الأرتال بالمكناسي بعد رفع الاعتصام الذي ينفذه شباب المكناسي بتقاطع الخط الحديدي والطريقة الوطنية رقم 15 وقع أمس استئناف القطارات الفوسفات على خط رقم 13 من أربع مايو نحن محجوز القطار يعني 929 اليوم الأمس بالذات وقع استئناف القطارات بالنسبة لنحن الخط رقم 13 فيه يعني مصلحة البلاد اقتصادين على مستوى الفوسفات أنه الخط ذاك نحبوه يبقى ديما مفتوح وقد بلغ حجم إنتاج شركة فوسفات قفصة خلال السودس الأول من السنة الحالية قرابة 2 مليون طن رغم التعطيلات المتواصلة من قبل المحتجين داخل مواقع الإنتاج وتأمل شركة فوسفات قفصة إلى بلوغ نحو 4.5 مليون طن من الفوسفات في موفى هذه السنة إذا ما تواصل العمل بوتيرة عادية ونجحت الحكومة في تنقية المناخ الاجتماعي بجهة قفصة موسيقى